موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي الفيديو لهذا اليوم راح يكون فتح صندوق ومراجعة لجهاز سامسون غالكسي ان شاء الله هذا الجهاز اليوم راح اقوم بفتح صندوق للجهاز وشرح مميزاته مثل ما نعرف الشهر الماضي تم الكشف عن الجهاز في مؤتمر في نيويورك شرحنا الجهاز بكل تفاصله اليوم راح نتعرف على الجهاز تابعوني مرحبا عزائي راح ابدي بفتح صندوق للجهاز اللي هو سامسون غالكسي نوت 7 هذا الصندوق الخاص بالجهاز هذا عندنا الجهاز مثل ما تشوفوه امامنا تم شرحه في فيديوهات سابقة شرح لمواصفات الجهاز والابعاد الخاصة بالجهاز ان شاء الله راح نتعرف في هذا الفيديو على كل الاشياء الي موجودة في الجهاز بالنسبة للعلبة الخاصة بالجهاز راح تحتوي على مجموعة من التفاصيل الي نقدر ادي هنا الدليل المستخدم بالاضافة الى المفتاح اللي استخدمه بفتح المنفذ الخاص بالسيم كارد وهنا عدنا راح نشوف الشاحنة الخاصة بالجهاز بالاضافة الى كابول هذا الكابول اللي اول من المرة يكون في اجهزة سامسونج غالكسي نوت اللي هو من فئة يو اس بي تايب سي ايضا راح نشوف الهيدفون الخاص بالجهاز بالاضافة راح نشوف المفتاح الخاص بالقلم اللي يجي مع جهاز سامسونج غالكسي نوت 7 واللي يجد تشوفوه امامنا بهذا الشكل ايضا ممكن نستخدم هذه التحويلة وهي التحويلة الخاصة بربط اليو اس بي او العادي يو اس بي التقليدي نربطها على المنفذ الخاص باليو اس بي تايب سي اللي موجود في هذا المكان ايضا اقدر استخدم هذه التحويلة واقوم بربط ماوس او فلاش او كيبورد على جهاز السامسونج غالكسي نوت 7 اذا هذه الاشياء والمعدات اللي كانت موجودة في العلبة الخاصة بالجهاز سامسونج غالكسي نوت 7 راح نبدي بتشغيل الجهاز الابعاد الخاصة بالجهاز هي طولا 153.5 والعرض الخاص بالجهاز هو 73.9 ايضا ايضا سوق الجهاز هو 7.9 ملم بالنسبة الى وزن الجهاز هو 169 اغرام الجهاز مقاوم للماء ايضا مقاوم للغبار حسب تصنيف او تقييم IP68 بالنسبة للكاميرا الخاصة بالجهاز الجهاز يحتوي على كاميرتين كاميرا خلفية ايضا بالاضافة الى كاميرا امامية بالنسبة للكاميرا الخلفية اللي تكون في هذا المكان هي هذا الكاميرا هي 12 ميجابيكسل فتحة العدسة تكون 1.7 بالاضافة الى الكاميرا الامامية اللي تكون بدقة 5 ميجابيكسل بالنسبة للذاكرة الخاصة بالجهاز الذاكرة الداخلية اللي ايجا بيها الجهاز واجا باصدار واحد اللي هي 64 جيجا بايت ممكن اضافة بطاقة ذاكرة خارجية الى الجهاز نوع مايكرو اس دي توصل الى غاية 256 جيجا بايت هذه المساحة رح تنطيك حرية كاملة باضافة الملفات مقاطع الصوت وثير من البرامج اللي ممكن انه تستخدمها على الجهاز بالنسبة للبطارية الخاصة بالجهاز اجت البطارية برقم كبير نوعا ما اللي هو 3500 ميلي امبير هذه المساحة رح تنطيك ميزة انه تقدر تتحكم بالجهاز تقدر انه تستفاد من الجهاز بشكل اكبر بالنسبة للرام الخاص بالجهاز او الذاكرة العشوائية اجت الذاكرة العشوائية بمساحة 4 جيجا بايت كانت الشائعات اللي موجودة انه المساحة رح تكون 6 جيجا بايت لكن فقط كانت 4 جيجا بايت ومساحة جيدة الجهاز بشكل عام مواصفاته جدا ممتازة اجت بمواصفات رائعة بمواصفات تقدر انه تستخدمه بشكل اعتيادي بالنسبة للشاشة الخاصة بالجهاز اجت قياس الشاشة هو 5.7 انج بدقة قواد اجدي والميزة الجديدة اللي صارت في هذا الجهاز هي بصمة قزحية العين هذه ميزة جدا حلوة المواصفات الخاصة بالجهاز الشاشة منحنية من الطرفين الشاشة الخاصة بالجهاز هي 5.7 قواد اجدي الدقة الخاصة بهذه الشاشة هي 2560 في 1440 من المواصفات الاخرى اللي موجودة في الجهاز هو الجهاز مقاوم للماء ومقاوم للغبار ايضا القلم متعدد المهام شكل كبير جدا امكانية الكتابة تحت الماء يعني هذه ميزة ضاقتها سامسون ما اعرف شنو اهميتها لكن تبين الدقة اللي تم صنع الجهاز بها واحتراف فيه بشكل رهيب ومن المواصفات الخاصة بالجهاز طبعا الترجمة الفورية مجرد اي كلمة اشوفها اقوم بوضع القلم خاص بالجهاز رح يطيني ترجمة فورية للغة اللي اريدها اني هذي احدى الميزات اللي كانت موجودة بالنسبة للمنفذ الخاص بالجهاز هو USB Type C هذي الاول مرة تصير في اجهزة سامسون منفذ رح يمكنك من نقل الملفات بشكل سريع مكانية الشحن بشكل سريع وادخال السوق في اي جهاز بيزة جدا كلها هذي اغلى المواصفات الخاصة بالجميع ان شاء الله هذا الفيديو كان واضح للجميع انتظرونا بفيديوهات اخرى وفي الختام كالعاد الاس عن القول الا السلام والسلام عليكم ورحمة الله